عندك بقى شوية رؤاء متكسر بالشكل اللي انتو شايفينه ده او لو ما عنديكيش هتجيبي بقى اتنين من الرؤاء وهتكسريهم معاك بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهنعمل بقى عظمة بيهم كده شكل الرؤاء معايا جبت بقى الصاجة وحطت فيها ورق زبدة وحطت فوقيها الرؤاء متوفر عندك ورق الزبدة تمام مش متوفر حطتها الصاجة على طول وهجيب بقى معلقة كبيرة من الزبدة او السمنة المتوفرة عندك اشتغل بيوسيحتها على النار بالشكل اللي انت شايفها ده وهحطها بقى على الرؤاء وقلبي بقى كويس جدا عشان كل كتعة كده من الرؤاء تشرب الزبدة او السمنة اللي انت هض فيها وهنحطه بقى في الفرن على درجة حرارة كده 200 هياخد معاك بالضبط 5 دقيق عايزينه بس ياخد كده تحميصة خفيفة يطلع كده مقرمش معانا ونونه دهبي وحلو جدا معايا بقى هنا كوبتين من اللبن يعنى حوالي نصد كيلو هاديف عليهم معلقتين كبار من السكر ممكن تزاودي او تقليلي براحتك خالص وهااديف كمان معلقة كبيرة من الزبدة وهنزل بقى بقى كيس من الفانيليا وهقلب بقى كده الزبدة مع الفانيليا كويس جدا مع اللبن طبعا اللبن هنا دافي بس يعنى ما يبقى السخن لأ يبقى دافي بس معايا عشان خطر كده الزبدة تسح معايا على طول وهقلب بقى كويس جدا كده عشان كله يضوب مع بعض كده تمام معايا سيبهم بقى على جنب وهبدأ كده جيب بقى معايا الرؤاء شايفين بقى الرؤاء ما شاء الله اتحمص كده معايا وخد الأرمشة الجميلة واللون الدهب الحلو شايفين بقى الجمال هبدأ جيب بقى معايا بقى الفخار الصغيرة دي اتأول كبيرة يعني المتوفرة عندك كده حط فيها او اي حاجة تحبيها بس اهم حاجة تكون مخصولة كويس جدا ومتنشفة تماما من المياه وهبدأ بقى حط فيها الرؤاء بتاعنا الجميل دوت شايفين بقى ما شاء الله وطبعا تحطي بقى في النص ممكن تحط كده زبيب جوز هند سوداني اي حاجة اي مكسفرات عندك كده حطيها بس انا بصراحة هعمله سايدة يعني مش هحط فيه اي حاجة وهنبدأ بقى نحط كده في اللباء بالشكل اللي انتوا شايفين وهبدأ بقى جيب الخليط الجميل اللذيذ اللي احنا عاملينه ده وهحطه بقى على الرؤاء بالشكل اللي انتوا شايفين ده طبعا بقى الرؤاء ما بيبقاش لحمة بس لا ده احنا من بواق الرؤاء هنعمل بقى احلى تحلية ممكن تكليها به ومعايا بقى هنا طبقة فيه اشطة او ممكن كمان كريم جونتي يعني عندك اي حاجة من الاتنين هتحطيها كده من على وش الرؤاء انا هنا متوفر عندي الاشطة لاني انا بشيلها عندي طبعا من وش اللبن فعندي كمية منها فهحط بقى على وش الرؤاء كده من الاشطة لو مش متوفر عندك ما فيش اي مشكلة خالص هتجيبي كده كيس من الكريم الجونتي وهتحط عليه فنجان كده من اللبن او الميا السقعة وهتدرابيهم كويس جدا وهتحطي برضو من فوق كده في كل طبق هتحطي معلقة كبيرة بالشكل اللي انتوا شايفها ده هجيب بقى اللسباتيولة او ممكن معلقة اي حاجة كده سوي بيها الوش بتاع الطبع عشان خاطر يبقى شكله معاك حلو في النهاية هجيب بقى معايا منديل وهبدأ كده امسح بقى اللبن من فوق بالشكل اللي انتوا شايفها ده وهحطها بقى في الفرن على درجة حرارة 200 يعني بالزبط مش تاخد معاك عشر دقايق هتلاقي بقى الوش بتاعها احمر كده وبقى زي الفل معاك هتطلعي بقى على طول شايفين بقى الجمال عملنا احلى معالي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وما خدتش مننا وقت خالص وتلعى شكلها جميل وطعمها طحفة من ايه من بواق الرؤى ان شاء الله بقى اتجر بيها وتعجبك جدا واتمنى بقى لو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسمي اميرا عشور اتمنى اتنوريني وتدس اللايك ومتابع عشان يوصل للك كل جديد باذن الله